السلام عليكم لحظة محاولة انتحار بالفيديو هتشوفوا لحظة انتحار الاعلامية او بقى الممثلة او ايا كان اسمها ايه ياسمين الخطيب وليه ايه تدافع اني وصلها للانتحار وازاي لحقوها ايه السبب الرئيسي اللي انتحرت عشانه ناس كتير عمالة تشير وتقول ايه يعني لما تنتحر وناس كتير ما تعرفش يعني ايه المرض اللي انتحرت بسببه التفاصيل ولحظة انتحارها ومحاولة انقاذها ويا ترى ايه اللي عاد عليها من اللي عملته وبعدين في ايه في اسم ياسمين ياسمين عبدالعزيز وياسمين الخطيب وياسمين صبري وياسمين رئيس كلهم يا اما خيانة يا اما مرض يا اما انتحار يا اما طلاء سبحان الله طبعا هنعرف التفاصيل كاملة بالفيديو وفيديو وتسريب فيديو ليها لحظة انتحارها لانها كانت حابة توصق هذه اللحظة اعلنت الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب محاولة الانتحار الكلام ده بالامس وذلك عن طريق تناول جرعات كبيرة جدا جدا من حبوب الزنكس وانواع كتير من الحبوب منهم كمان التريبتيزول وكتبت على حسابها على فيسبوك وقالت انا بالامس حاولت الانتحار بتناول الجرعات الكبيرة من الحبوب وكنت بتناول الادوية عندي بانتظام بناء على تعليمات الطبيب النفسي اللي انا ماشية معاه وقالت انا المراد المحاولات ما نجحتش تماما لدرجة ان انا فقدت اعصابي وما كنتش عارفة اعمل ايه قالت انا ما بعانيش من صدمة عاطفية او ما شابه ولكني هعترف بكل شجاعة اني اعاني من مرض البيبي دي والمراد ده طبعا منتشر مش منتشر ولا حاجة هو واحد او اتنين في المية في العالم كله اللي بيتصاب بيه الامراض النفسية رغم انها امراض مزمنة الا انها سهل جدا جدا تخلي الواحد او تسيطر على الانسان وما يعرفش يكون بيعمل ايه وخصوصا المرض اللي هي فيه دا دايما بيحسسها انها لو فقدت حد هتموت انها لو حدت متعلق بيها او هيسيبها بتموت برضو وراه المرض ده مرض صعب جدا جدا ومفيش حد هي قالت انه قدر يستوعب حالتها وقالت انا شديدة الحساسية وحالتي انا ما بقدرش اتحكم فيها لاني متقلبة المزاك ام ببقتش قصق في حد بسهولة كل اللي زينة يعني حاولوا او عرفوا بالمرض بتاعي استغلوه لضدي محدش وقف معايا للاسف فيه ناس كتير ما بتحبش تعترف بالمرض ده على الرغم ان هو اصاره فظيعة جدا جدا وفيه مراكز علاج بيشرف عليها متخصصين وباسعار رمزية بس فيه ناس ما بتحبش حتى انها تقول انهم بيعانوا من هذا المرض هي مصابة فعلا بهذا المرض ويعاني منه المحب قوي الناس اللي بتبقى بتحب قوي بسبب الخوف وعدم الاستقرار او ان هما يفقدوا حد هي قالت معرفش المرة الجاية المرض ده هيعمل ايه او معرفش اذا كانت محاولة الانتحار هتكمل المرة الجاية المرض اسمه اضطراب الشخصية الحدية وطبعا بيخليها على طول مش راضية عن نفسها ولا راضية عن شكلها بالرغم انها ما شاء الله تملك من الجمال ومن الصروة ومن الشهرة ما يكفي ولكن ما فيش حد كامل وياريت اللي بص الحد في حياته ياخدها بالكامل يشيل الشيلة كاملة تم الاعلان عن طلقها واعتقد هو ده سبب الانتحار اللي اطلقت من رجل الاعمال رمضان حسني بعد زواج ما استمرش اكتر من عشر شهور واعتقد هو استغل المرض بتاحها ده انه يبعد عنها طبعا هي نشرت فيديو لمحاولة انتحارها ولكن للأسف انا مش هقدر اعرضه علشان هيكون في مشاهد حساسة لناس كتير ممكن ما تقدرش تشوفها ادعو لها وادعو المرضى كتير وبلاش حتة الشماتة ويعني لما تموت والكلام اللي بنسمعه وخلينا نعترف ان ده مرض والمرض النفسي فعلا محتاج ناس تقف جنبنا سلام عليكم موسيقى موسيقى موسيقى